السلام عليكم. سنكمل الآن القيمة الوسيطية و سنعتمد على نفس النموذج الذي خدمنا المثال الذي خدمناه سابقا نكمل به الشرح ديان. القيمة الوسيطية المتسلسة الإحصائية هي قيمة الميزة التي حصصها المتراكم أكبر من أو يساوي نصف الحصص الإجمال نحن أخذ موذج الجدول اللي سابقنا خدمنا باش نشرح لكم أكتر. ها هو الجدول ديانه. شكتان يعضل هذا. نشوف قبل ما نحدد القيمة اول حاجة نعمله نعرف فين هو الحصص الإجمالي ديال. عندنا الحصص الإجمالي هنا هو 1 و 20. نشوف هنا الحصص المتراكي ما سبقنا نشوفنا كيفاش نجده. اخر حاجة 21 أو كنجمال هات الحصيصات كاملين و كانتوسع ب 21. أول حاجة نخذ نحدد نصف الحصص الإجمالي. نشوف الميزة للحصص المتراكم دياله أكبر من أو يساوي حتى 10 و نصف. شكون هنا ما عنديش هنا 10 و نصف مزين. إذا ننشوف شكل كبار من 10 و نصف. عندي هي 12 في الحصص المتراكي. ركزموا معي الله رديه لكم. في الحصص المتراكي نشوف شكل عنده من 10 و نصف. ما فوق. إذا هنا عندي 12. 12 كبار من 10 و نصف. و هي أصغرهم في دول كبار. إذا الميزة هي 10. صفة إذا القيمة البسيطية ديالي هي 10. حصص المتراكم. تفهمنا؟ كناخد هي قيمة الميزة التي حصصها المتراكم. ركزوا معي الشباب اللي رديه لكم. حصص المتراكم دياله أكبر من أو يساوي نصف الحصص الإجمال. مثلا كان عندي نصف الحصص الإجمال هنا 10 و جبارت هنا 10. مزين عن أخذها. ما عنديش هنا عندي 10 و نصف. كناخد لي أكبر منها. مباشرة. صفة أكبر منها أو تساويها. صفة واضح. إذا الحصص المتراكم عندي هو 12. الميزة ديالي. والقيمة الوسيطية هي 10. صفة. هنكسب لكم هنا هاتشي بالتفصيل. إذا القيمة الوسيطية ديالي هي 10. هلاش حيث الحصص المتراكم دياله هو 12. و 12. هي أكبر من أو تساوي 10 و نصف الحصص الإجمال. سوف تفهمنا الشباب. تجلي كنفق مواسطي. دوز الآن المنوال.